في ليبيا أطلق مسلحون النار داخل مقر المجلس الوطني لمنع النواب من التصويت على رئيس جديد للحكومة وتزمن هذا الحادث مع هجوم انتحاري استادف مركزا للقوات الخاصة بمدينة بنغازي شرق ليبيا وأسفر عن مسرع شخصين وإصابة اثنين آخرين ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري إلا أن متشددين اعتادوا استهداف مقرات أمنية تستمر أعمال العنف في ليبيا ولقي شخصان مسرعهما وأصيب اثنان آخران عندما فجر انتحاري حافلة صغيرة ملغومة خارج معسكر للجيش الليبي بمدينة بنغازي شرق ليبيا في ثاني هجوم انتحاري تشهد البلاد منذ ديسمبر الماضي واتهم قائد الكتيبة 21 للقوات الخاصة مسلحين متشددين وحملهم مسؤولية الهجوم وأكد إصرار الجيش على مواصلة بنائه وتشهد بنغازي الكثير من تفجيرات السيارات واستهداف أفراد الجيش والشرطة من قبل جماعة أنصار الشريع الإسلامية التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية وفي هجوم آخر أطلق مسلحون النار على مقر المجلس الوطني لمنع نوابنا التصويت على رئيس جديد للحكومة وبدوره أكد نوري أبو سهمين الرئيس المجلس الوطني العام إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار داخل البرلمان وأشار إلى أن المسلحين تابعون لمرشح مهزوم على حد وصفه وبدأ اليوم المؤتمر الوطني العام الليبي البرلمان تصويت على اختيار رئيس الوزراء الجديد من بين المرشحين السبع للمنصب إلى ذلك وفقت عمان على تسليم ترابلوس المتطرف الليبي محمد الدرسي الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة في الأردن مقابل إطلاق صراح السفير الأردني فواز العيطان المختطف في ليبيا منذ أسبوعين سياسيا اتام رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني محافظ مصر في ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بعرقلة الحكومة باحتجازه مدفوعات إنفاق تمت الموافقة عليها